المسيرة التاريخية شهدت المسيرة التاريخية الملهمة للقائد الفذق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إنجازات استثنائية شهد لها القاصي والداني الذي استطاع بحكمته ورؤيته على مدار أعوام أن يحفر اسم الإمارات في جميع المحافل العربية والعالمية ولد الشيخ محمد بن زايد الانهيان في شهر مارس عام 1961 وتخرج من مدرسة والده المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله حيث تمرس على شؤون الحكم والقيادة ولعب دورا فاعلا في المشاركة بتطوير إمارة أبوظبي لأكثر من ثلاثة عقود وساهم الشيخ محمد بن زايد الانهيان منذ تعيينه وليا للعهد في تدعيم وتعزيز أمن إمارة أبوظبي وتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي فيها وإرساء نهضتها التعليمية والثقافية والسياحية فضلا عن النهضة العمرانية وغد شغل الشيخ محمد بن زايد عدد من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية حيث تولى ولاية عهد إمارة أبوظبي وأصبح رئيسا للمجلس التنفيذي كما أصبح نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة وترأسه مؤسسة مختلفة لدولة الإمارات ويمتلك الشيخ محمد بن زايد خلفية عسكرية واسعة إذ ساهم في تطوير القوات المسلحة مستلهما من توجيهات والده وأخيه الأكبر رحمهم الله في جعل القوات المسلحة الإماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتغدير عدد كبير من المؤسسات العسكرية الدولية ويقف وراء هذا التطور الهائل الذي شهده العمل الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي جعل منها مركز الثقل في العمل الثقافي العربي وفي سياق متصل وعلى المستوى الاتحادي بالتحديد فقد ساهمت رؤيته وقيادته الحكيمة في نهضة دولة الإمارات الحديثة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مثالية في مختلف الأصعدة وأما في إطار رؤيته الاستراتيجية الشاملة لمستقبل الإمارات فقد حول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ظل حكم أخيه الأكبر الإمارات إلى مركز حقيقي في صناعة القرارات المصيرية وإطلاق المبادرات تجاه كافة التحديات التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات الماضية إلى ذلك فقد شهد العالم أجمع الجهود المخلصة التي بدلها الشيخ محمد بن زايد في ظل جائحة كورونا لخروج الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتخطيها هذه الجائحة بسلام والانتقال إلى مرحلة التعافي التام وتحفل مسيرة الشيخ محمد بن زايد بمواقفه الثابتة في مد جسور التواصل والسلام مع جميع قيادات وشعوب العالم كما أنه لم يتدخر جهدا لنشر قيم التسامح وتقديم يد العون للشعوب في مختلف الظروف طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرية